سيدة تحكي قصة ابنها المدمن الذي مات في عمر الزهور نتيجة تناوله جرعة زائدة فتقول أن ابنها كان ناجحا في حياته ومتفوقا في دراسته بكلية الطب وكان يمارس الرياضة ويتفوق فيها وسبق حصوله على عدة بطولات ورغم كل هذا التفوق كان لا يصلي وكان بعيدا عن الله وكان ابن خالته يحثه على الصلاة والتقرب إلى الله ولكن ابني كان لا يستجيب له أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وفي يوم وأثناء وجودي ابني في النادي للتدريب في إحدى المرات تعرف على أحد الشباب بالنادي ثم قام هذا الشاب بتقديمه لباقي شلته وأصدقائه بالنادي وبدأ ابني يجلس مع الشلة ويتعلم التدخين منهم ثم قدموا له سجارة محشوة بالبانغو حتى أدمنه وعندما وصل إلى مرحلة التشبع بالمخدر بدأ يبحث عن مخدر آخر أشد تأثيرا من البانغو وأصبح مدمنا له وأثناء ذلك زاره ابن خاله وأفهمه كثيرا أن الإيمان هو خير وسيلة للخروج من هذا الإدمان الذي استولى عليه إلا أن ولدي عاند واستمر في تعاطيه وفي إحدى المرات تناول جرعة زائدة من المخدر وانتهت حياته وظلت أمه تتجرع آلام الذكريات بعد فقدها لابنها الوحيد بسبب المخدرات التي بدأت بالبانغو وانتهت بالهروين ثم الموت وما زاد من حزنها أنها لم تحضه على الصلاة من الصغر أو بعدما أصبح شابا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الشاب محمد حاصن على بكاليجيوس هندسة وقد سقط في بئر الإدمان يقول محمد عن هذه المرحلة السيئة في عمره أعترف أني لم يكن لدي مشاكل صحية أو عائلية فلقد عشت مع أسرتي في السعودية وعودت إلى مصر في الصف الثالث الإعدادي وعندما عدت وبتشجيع من أصدقائي بدأت تدخين السجائر ثم الحشيش وكان طبيعيا أن أدخل هذه الدائرة السوداء وقد تطور الأمر أكثر سوءا فكلما سمعت عن شيء جديد يضاف إلى الحشيش كنت أخوض التجربة بلا تفكير لقد كنت أشتري يوميا بنحو خمسين جنيها حشيشا وعشرين جنيها ترامدول وبسبب هذا الإدمان تراجع تفوقي الدراسي فاتجهت للغش في الامتحانات واستخدمت الذكائي في اختراع أساليب مختلفة للغش وعمل البراشيم ثم اتجهت لسرقة كل من حولي واختراع حكايات كاذبة للحصول على المال لكن كل ذلك لم يعد يكفي فقررت أن أعمل ديلر أي أقوم بتوزيع المخدرات بالقطاع وقررت التفرغ تماما لهذا العمل فاستقلت من عملي بإحدى شركات البترول لكن زوجتي اكتشفت أمري وطلبت الطلاق فأظلمت الدنيا في عيني وفجأة سألت نفسي لقد أظلمت الدنيا في عيني وشعرت بذنب كبير لأن زوجتي غضبت أليس من الأولى أن أشعر بالذنب لأنني أغضبت الله وعصيته وفعلت ما نهاني عن فعله بعد هذه اللحظات من التفكير انتابتني نوبة بكاء طويلة قمت بعدها لأغتسل وأتوضأ ثم صليت ودموعي تغرق مكان صلاتي ومن بعدها صاحبت القرآن ثم قررت وأقسمت أن لا أغضب الله عز وجل مني مهما كان وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وكان هذا هو العلاج لابتعادي عن المخدرات بأنواعها ومن بعدها عادت إلي زوجتي وأصبحت بالإيمان أشعر بسعادة حقيقية وليست سعادة وهمية ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون لم تشفع لهذه الأم عند ولدها آلام الحمل والولادة ولم تشفع لها عنده السنوات التي قضتها في تربيته والليالي الطوال التي سهرتها من أجله حيث كانت جزاؤها ومكافأتها هو القتل على يد هذا الابن المدمن يقول هذا الابن المدمن الذي أفقده إدمانه صوابه وجعله يرتكب جريمته الشنعاء بلا وعي أنا نادم ولم أكن في وعي عندما قتلت أمي الترامدول أفقدني عقلي وإنسانيتي هذه الكلمات عبر بها الشاب عن حزنه واستيائه وندمه لقيامه بقتل والدته صاحبة الثمان والخمسين عاما مبينا أنه اعتاد من صغره تناول المواد المخدرة وأنه خرج من التعليم وهو في الصف السادس الابتدائي وعمل سائقا عقب ذلك على سيارة نقل كان يمتلكها ثم تزوج غير أنه انفصل عن زوجته منذ ثلاث سنوات وأضاف أن والدته أدخلته مستشفى الصحة النفسية للعلاج من الإدمان عقب تطليقه لزوجته وظل بالمستشفى نحو خمسة وعشرين يوما وخرج منها ثم ترك العمل كسائق على سيارته وأصبح عاطلا نظرا لمروره بأزمة نفسية وكان جسده يتعرض كل فترة لحالة من التميل والهبوط وأصبح دون عمل وفي صباح يوم الواقعة طلب من أمه نقودا إلا أنها رفضت فحادثت مشادات كلامية بينهما وتركته من مفرده داخل غرفته وذهبت إلى المطبخ لإعداد وجبة الفطور له بعد دقائق معدودة توجه خلفها وطعنها ثلاث طعنات بسلاح أبيض كان بحوزته ولم يتركها حتى فارقت الحياة وتركها غارقة في دمائها وخرج من المنزل في حالة هستيرية ونوبة من البكاء وعقب معرفة الأمر قام بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية معترفا بارتكاب الواقع ومرشدا عن مكان السلاح المستخدم لقد أغواه الشيطان وسيطر على عقله لأنه لم يلتزم بأوامر الله وأعرض عن ذكر ربه فعاش حياة كلها ضنك وحزن وهم وصدق قول الله تعالى فيه وفي أمثاله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى